أمات الرئيس بشار الأسد المحترم طحية التقدير واحترام وبعد عم تلاحق إيه؟ لأول مرة أكشف لكم عما أعاني منه وما شجعني على ذلك عطفكم الدائم علي وين كنا؟ عطفكم الدائم علي واطمئنانكم على ظروف الصحية الصعبة التي ألمت بي مؤخرا وأعترف آسفة إني أمر بدائقة مالية شديدة إضافة إلى اختفاء الأصدقاء من حولي وأؤكدوا أني على استعداد لتقديم أي أعمال فنية تلفزيونية قدر استطاعتي لأني بحاجة إلى دخل مادي بعد انقطاعي عن العمل خلاص يا خالتي؟ أي خالص بديك تكبي نفس الرسالة لوزير السقافي غسان سلامي وهي زيتة لجلالة الملك عبد الله بن حسين تطبعيهم على الكمبيوتر بتعطينيهم لحتى قمضيهم أنا شخصيا بس قولك هالرسال رح تجيبوا نتيجة إن شاء الله الناس بتحبني ومقدرة تاريخ الفني وبفتكر مش رح يتركوني لواحد بهالظروف الصعبة وشو فادتها يعني؟ تاخد كل المصاري بعدين تعطيوني لفادي أنا مش عم بقدر إفهم أنت ليش بتكره يا فادي هالقد وهو الوحيد اللي وقف حدي وقت مرضي الوحيد اللي وقف حديك؟ لأنا عرف كيفي حوم حواليك ومنعنا نوصلي كلكن ظلمينه ما في حدا غيري بيفهمه لكي أنا مش سمعاني الإشاعات اللي عم بتدور بالبلد كذب هذا الكلام كله كذب فادي بيحبني ومش ممكن يخوني ولا حدا بيقدر يفرقنا عن بعض